انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي شطة فاصيل عجز الموازن الأمريكي يسجل رقما كياسيا شو هو الرقم؟ اجتماع أمريكي طارق لبحث التهابات القلب بعد أخذ لقاحات كورونا من هي الفئة العمرية؟ شو هي الحالات؟ وقديش عم ينحكى بجدية هذا الموضوع؟ أول دولة بالعالم تعتمد البيتكوين اللي هي العملة المشفرة كعملة رسمية بالتعاملات تبعها من هي هيد الدولة؟ شو تفاصيل هيدا الموضوع؟ لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من جراعات لقاح جونسون ان جونسون المضاد لفيروس كورونا؟ والبنتاجون الأمريكي يستعيد ما يقارب 2.2 مليار دولار خصصها الرئيس السابق ترامب لبناء الجدار الحدود كل هذه التفاصيل وغيرها بحلقة جديدة من برنامج شو فيما فيه معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبار تحياتنا لكم متابعيننا ومشاهديننا وحلقة جديدة من هذا البرنامج المباشر من شو فيما فيه وإخر المستجدات المهمة على الصعيد المحلي والعالمي ونبدأ بالخبر الأول وهو اجتماع طارق سوف تقوم به لجنة استشارية لمركز السيطرة على الأمراض والأوباء في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الـ CDC للبحث ومناقشة التقارير التي ترد عن الالتهابات القلب التي تحصل للأشخاص اللي عم يأخذوا جرعات من لقاح المضاد لفيروس كورونا وهذه اللقاحات عم بتسبب التهابات في القلب عم بيقولوا بشكل عام بدهم ينظروا في حالات عم بتصير بالتهاب بعدلة القلب، التهاب بغشاء القلب، والتهاب التامور خصوصاً هذي عم بيصير لدى فئات عمرية محددة اللي هني تحت لـ 30 سنة أكتر شيء الشباب والمراغقين اللي هني تلقوا اللقاح وعمرهم تحت لـ 30 سنة عم بتقول الـ CDC لجنة المركز السيطرة على الأمراض والأوباء أو الـ FDA اللي هي إدارة الغذاء والدواء أنه في مشاكل بهذا الموضوع يعني كان فيه اجتماع مبارح للجنة استشارية للـ FDA نهار الخميس مبارح كانوا عم ينظروا بهذا الموضوع عم بيقولوا تقريباً وصلتهم تقارير عما يقارب 475 حالة إصابة بالتهابات قلبية لدى أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عام عم بيقولوا أكتر نسبة إصابات عم بتكون ما بين الأعمار اللي هني ما بين الـ 16 عام والـ 24 عام بين الـ 16 والـ 24 وخصوصاً بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاحات المضادة لـ virus كورونا وخصوصاً اللقاحات اللي هي الـ mRNA يعني مثل لقاحات مودرنة ولقاحات شركة فايزر هلأ بشكل عام عم بيتم التحقيق بهذا الموضوع عم بيتم الحديث عن أنه هيدا الموضوع مش بإمكاننا أنه يعني نتغاضى عنه يجب أن تتم دراسات فيما يتعلق بهذا الموضوع حتى بدي أقرالكم تايتل إنه شو قاله الـ CDC قاله الـ CDC إنه ما في بإمكانهم يتجاهلوا هيدا الموضوع عم بيقولوا منهم بإمكانهم هارت انفلميشن خليني بس لأقرالكم التايتل إن شو عم بيقوله عم بيقول يعني الدلائل عم تكتر أكتر وأكتر بشكل كبير بشكل يومي على علاقة ما بين أخذ اللقاح المضاد لـ COVID-19 وحالات المشاكل في القلب اللي عم بتصير والالتهابات اللي عم بتصير بالقلب هذا اللي طلع عن الـ CDC هذا أمر جدي جدا يتم دراسته بهذه الفئات العمرية عم بيقولوا لحد هلأ بالولايات المتحدة الأمريكية تم إعطاء 166 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر و127 مليون جرعة من لقاحات شركة موديرنا لهذه اللقاحين هن لقاحات تعتمد على الـ RNA فبننتابع هذا الموضوع لنشوفه أول بدايته لهذا الموضوع كانت حالات قليلة جدا إنما معدل الحالات يرتفع بشكل مستمر وبشكل يومي مما اضطر الـ CDC ومما اضطر الـ FDA لحتى يحققوا بهذا الموضوع ويعملوا اجتماعات طارئة الاجتماع الطارئ سوف يكون بـ 18 يونيو يعني بدجون 18 رح يكون فيه اجتماع طارئ للـ CDC للتحقيق أكثر والتعمق أكثر في هذا الموضوع ومحاولة السيطرة عليه وأكيد توعية العالم أكثر وأكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الأمريكي بايدن كان أعلن عن نية الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بما يقارب الـ 500 مليون جرعة من اللقاحات فيروس كورونا إلى العالم يعني تقريبا نصف مليار لقاح أو جرعة من فيروس كورونا رح يتم توزيعها على عدد كبير من الدول في البلدين العالم اللي هي بيعتبروها medium or low income يعني عندهم يعني بيعتبروهن معدل يعني الاقتصاد هو وسطي أو يعني الدول الفقيرة ما تم تحديد من هي هذه الدول رح تستلمها إلى حد الآن لهذه الـ 500 مليون جرعة بس مثل ما بتعرفوا فيه برنامج اسمه كوفاكس هيدا البرنامج اللي من خلاله الدول المتقدمة بتتبرع لهيدا البرنامج اللي هو عبر منظمة الصحة العالمية وهو بتم بتوزيع هذه اللقاحات والجرعات على الدول النامية والفقيرة والمتوسطة فأكيد هذا أمر جاي جدا يساهم بالتسريع من عملية الانتهاء من أزمة كورونا أيضا فيما يتعلق باللقاحات كان فيه قرار اتخذته الـ FDA اللي هي كما تعلمون إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية والأسف الذي اقتضى بتلف أو التخلص من حوالي 60 مليون جرعة من لقاحات شركة جونسون ان جونسون المضادة لفيروس كورونا 60 مليون جرعة من هيدا اللقاح رح يتم تلفها كببوها بزبالي باللغة العربية الدرجة لأنه السبب لأنه تم انتاجها بمصنع عانى من مشاكل يعني هيدا المصنع اللي كانت عم بتم انتاج هيدا الجرعات فيها الخاصة باللقاحات فيروس كورونا لشركة جونسون ان جونسون لا يتبع الإرشادات الصحية وصار مداهمة عليه لهيدا المصنع ولأ وما في سيفتي ما في سيفتي مجرز متاخدين بالمصنع فبالتالي بعد التحقيقات التي جرت تم أخذ القرار بإتلاف 60 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا الخاصة بشركة جونسون ان جونسون وسيتم السماح بتوزيع ما يقارب فقط يعني هيدا اللي صنعوا من نفس المصنع والمصنع هو بمدينة بلتمور هو هيدا المصنع بولاية ميرلند في عشر مليون جرعة كمان صنعوا بهيدا المصنع رح يسمحوا لشركة جونسون ان جونسون انه تبيعهم وتوزعهم بس إدارة الدواء والغزاء الاف دي اي رح تحط تحزير على هيدا الجرعات ما فقدوا انه مش بإمكانهم للاف دي اي انه يضمنوا جودة إنتاج هيدا الجرعات بسبب الممارسات التصنيع اللي هي مكانة جيدة سو رح يوزعون بس رح يكون في تحزير ما بعرف مين رح يقرأ التحزير لانه تعرفوا العالم لما بيروحوا بياخدوا اللقاحات ما بيشوفوا الانينة بس بيشوفوا الابرة عم بتفوت فيهم فهل يترى هاو دي الجرعات اللي عليهم تحزير هل يترى المستشفيات والدكاترا والكلينكس والعيادات اللي هني بدون يعطوهم للعالم رح يقولوا للعالم ليكون هاو عليهم تحزير ولا تنشوا امشي بدون ينتبهوا لهيدا الموضوع فاسألوا إذا انتوا حدا من هاو دول الأشخاص رح تاخدوا لقاحات جونسون ان جونسون متأكدوا انه هايدا الجرعات اللي انتوا عم تاخدوها منا مصنوعة بهيدا المصنع اللي هو عنده مشاكل صحية وتقنية وسيفتي وتم اتلاف ستين مليون جرع هايدا مش اول مشكلة بيواجهها اللقاح جونسون ان جونسون انا كنت من المعجبين بهيدا اللقاح بالأول متعرفوا انا كنت قلت ايل بدي كان عندي موعد بدي اخدوا لهيدا اللقاح وبعدين وقفوه وعملوه وقفوه ممكن اسبوعين او اكتر لحتى يدرسوه ليشوفوشوبوه وبعدين رجعوا وكملوه ما بتعرف شو عم بيصير بهيدا اللقاحات هل هي عملية سياسية هل هي عملية صحية شو عم بيصير ما بنعرف فهذا فيما يتعلق بلقاح جونسون ان جونسون الخاص بالمضاد لفيروس كورونا ننتقل الى موضوع اخر شوي بنا نحكي اكتر نحاول اقتصاد ومصاري اليوم بيتكوين العملة المشفرة بيتكوين كتير عالم يستعملوها كتير عالم تشترية كتير عالم يبيعها ووصل سعرها لحدود 63 ألف دولار هلأ سعرها بيعتقد بحدود 33 ألف دولار بيطلعوا بينزل بيطلع على 37 38 ألف بينزل على 32 33 ألف معدل برايس هلأ حاليا بحدود 33 ألف و800 دولار اخر مرة انا شيكته كان فيه اول مرة بتصير بالدول العالم انه دولة تعتمد البيتكوين كعملة رسمية للتدولات بالبلد بخطوة غير مسبوقة بالعالم وفق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الرقمية البيتكوين قانوني وكان رئيس البلاد هو الذي تقدم بهذا المشروع القانون للبرلمان ومثل ما تعرفوا السلفادور هي دولة نامية ووجد موجودة بأمريكا الوسطى أكيد أقر المشرعون بالسلفادور هذا القانون بـ 62 صوت مع من أصل الـ 84 نائب وسوف يسمح باستخدام عملة البيتكوين في العديد من الأمور الحياتية اليومية يعني عم نحكي فيهم يستخدموها بشراء العقارات فيهم يستخدموها لدفع الضرائب للتعاملات بيع شراء اللي بدكونية كل شيء فيهم يستعملوا عملة البيتكوين المشفرة كان فيه هناك معارضة من الأحزاب المعارضة بـ سلفادور وعم بتحاول السلفادور أن تستفيد من هذا الموضوع كون هذه التحويلات شبه مجانية لما العالم تشتري به هذه العملات المشفرة مثل ما تعرفوا السلفادور هي دولة صغيرة تقريبا 4 من كل 10 في السلفادور يعيشون تحت خط الفقر بدنا نشوف كيف تأثيره على هذا الموضوع هلأ السلفادور بتعتمد الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في التعاملات لحد هلأ مش واضحة كيف رح تكون يعني كيف تعتزم الحكومة بالسلفادور تطبيق استخدام البيتكوين كعملة متداولة بدنا نشوف يعني شو رح يصير هلأ الرئيس السلفادور اعتبر أنه العملة البيتكوين هي أسرع على الأسليب نوعا لتحويل الدولارات من التحويلات ولمنع زهاب الملايين للوسطاء هيدا حسب اللي عم بيقوله فبدنا نشوف هيدا أول دولة بالعالم تعتمد البيتكوين كعملة رسمية كيف تأثيره رح يكون هل يترى حتى الدول المتقدمة اللي حتقبل بهذا الموضوع لأنه كنت أنا عم بقرأ أرتيكول هلأ قبل ما أطلع على الهوى أنا وياكم عم بيقول أنه البنك النقد الدولي وصندوق النقد الدولي الـ IMF عم بيقول هناك مشاكل قانونية في قرار السلفادور باعتبار البيتكوين كعملة قانونية وعملة يتمنتدون لها باسلفادور بنا نشوف بنا نشوف المؤسسات الاقتصادية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والدول الكبرى كيفية التعامل مع العملات المشفرة فهيدا خبر جيد للأشخاص اللي بيتعاملوا مع البيتكوين ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع يتعلق بالجدار الحدودي اللي الرئيس السابق دونالد ترامب كان عم بعمره يعني على الحدود البرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المكسيك نهار الجمعة اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأنه رح تستعيد ما يقارب 2.2 مليار دولار من التمويل اللي كان ساحبه يعني كان الرئيس السابق دونالد ترامب ساحب تمويل خاص بمشاريع خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تقريبا مئة وثلاثة وعشرين مشروع كان لهم مصاري مخصصات مالية اجا الرئيس دونالد ترامب لما اختلف مع الكونغرس ولما الكونغرس ما عطاه التمويل لحتى يعمر الجدار تتذكروا هيدا حملة build the wall وما بعرف شوية لما الكونغرس ما عطى المصريات اجا الرئيس ترامب السابق اجا اعلن الطوارئ على الحدود مع المكسيك ولما اعلن الطوارئ على الحدود مع المكسيك شايل شو فيه مصاري فيه شيلة من وزارة الدفاع شايلون وحطن لحتى يعمر هذا الجدار وهو تقريبا عمر ما يقارب 340 مايل منه لهيدا الجدار وبلشوا بال2019 من ان تعرفوا يعمروا لهيدا الجدار ولحد هلا 340 مايل عمروا لما اجت ادارة الرئيس جو بايدن دغري رئيس جو بايدن شال اعلن الطوارئ على الحدود البرية مع المكسيك ولما شال اعلن حال الطوارئ على الحدود مع المكسيك سحب التمويل من بناء الجدار وبالتالي توقفت اعمال بناء الجدار على الحدود البرية الامريكية المكسيكية تمام؟ ولما وقفوا بناء الجدار الاموال اللي ضلت ضل بحدود الـ 2.2 مليار دولار عم بتقول وزارة الدفاع رح تاخد هيدا الاموال كان عندهم 123 مشروع لازم يقوموا فيه الاموال اللي ضلت هلا بتكفي تقريبا ل66 مشروع رح يقوموا فيهم ب11 ولية وبثلاث اقاليم رح يقوموا بعدد دول كمان يعني فيه مشاريع لبناء مدارس فيه مشاريع مشاريع عسكرية بالجوام بالاسكا ببناء مساكن متاجر مرافق اخرى خاصة بوزارة الدفاع الامريكية فرح يستخدموا هيدا الاموال هني تقريبا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان محول 3.6 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع يعني طار منهم 1.2 مليار ضلونهم 2.2 مليار هلأ حاليا رح يقدروا يستعملون لحتى يقوموا بالمشاريع اللي هني بالدنيا فهيدا فيما يتعلق ببناء الجدار ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين المكسيك ننتقل الى الموضوع مقبل الاخير وهو موضوع يتعلق بانخفاض طلبات الحصول على اعانات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية كما ذكرنا لكم في فيديوهات سابقة بالتراند اللي هلأ موجودة بالولايات المتحدة الامريكية يعني المؤشر كل جمعة ارقام الاشخاص طلبات الجديدة تبع البطالة عم تنزل وتنزل 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 بالولايات المتحدة الامريكية يعني من اسبوعين كان فيه 385 ألف طلب جديد للبطالة الاسبوع الماضي كان فيه بس 376 ألف طلب جديد جديد للبطالة في الولايات المتحدة الامريكية تمام؟ يعني بشكل اسبوعي هلأ صرنا تقريبا ما يقارب الست أسبوع هيدا الاسبوع السادس أرقام البطالة في الولايات المتحدة الامريكية للطلبات الجديدة عم تنخفض بشكل جيد هلأ هنه اذا بدنا نقارنه بالالفان وتسعة عشر كان بحدود الالفان 200 ألف طلب سبعدنا نحن الزيادة بعد طلبات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية مرتفعة إلى حد ما يعني 200 ألف مقارنة مع 360 ألف بعد عندكم الزيادة 176 ألف بس بشكل عام لترند كيفما هي ماشي هلأ حاليا المؤشر عم بيمشي انه عم تنزل وتنزل وتنزل طلبات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية في كتير عوامل عم بتأثر على هذا الموضوع في كتير عوامل عوامل انه في 25 ولاية اردي وقفت مساعدات البطالة الفيدرالية لـ 300 دولار أكسرا 25 ولاية عوامل انه في 36 ولاية اردي عم بيضيقوا على الاشخاص اللي عم بياخدوا بطالة وعم بيقولوا انه نروحوا وعملوا work search كانوا عاملين لنوايفر على الwork search مش مطلوب منكم تعملوا هلأ عم بيطلبوا انه انتوا تعملوا فهناك تضييق على الاشخاص اللي عم بياخدوا بطالة بشكل مستمر بشكل مستمر مش بسمي ولايات جمهورية ولاية جمهورية وديموقراطية وديموقراطية فبشكل عام عم بينقال انه تقريبا ما يقارب الـ 15.4 مليون مواطن أمريكي حصلوا على مساعدات فيدرالية منذ منتصف شهر مايو الماضي يعني منذ شهر 5-2020 لهلأ تقريبا بحدود الـ 15.4 مليون أمريكي حصلوا على مساعدات فيدرالية تمام وعم بيقولوا هلأ حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية أضاف الاقتصاد الأمريكي سوق العمل 559 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وعم بيقولوا هناك ما يقارب هناك ما يقارب ارتفاع فرص العمل فيما يتعلق بارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ بحدود 9.3 مليون فرصة عمل بـ April 2021 فالأرقام تتحسن هلأ هناك ضغط على الرئيس بايدن زينا فيك تفتحيني هذا التليفون سكر ما أعرف ليه هناك ضغط على الرئيس بايدن فيما يتعلق بموضوع البطالة أو تمديد البطالة بطالة مثل ما تعرفوا بتخلص بشهر سبتمبر بشهر تسعة الديمقراطيين عم بيطالبوا بايدن أنه كمل بالبطالة الجمهوريين عم بيقولوا لا مش مفروض كمل ببطالة الرئيس بايدن كان عنده حديث فيما يتعلق بهذا الموضوع وقال أنه من المتوقع أنه ما رح يمدده البطالة الفيدرالية بعد شهر سبتمبر أنه المفروض البطالة الفيدرالية بس يخلص المدة الحالية المحطوطة هلأ بالحزمة التحفيزية الثالثة التي سردت في شهر مارس واللي هي مددت وقتها إعانات البطالة الفيدرالية إلى شهر تسعة المفروض بس يخلص الليبر داي عم بيقول الرئيس بايدن بعد الليبر داي المفروض أنه معاش يمدده مساعدات البطالة لأنه كان فيه هناك بعض الحديث أنه مساعدات البطالة الفيدرالية سوف تستمر إلى ما بعد شهر تسعة بعتقد الرئيس بايدن حسن الجدل في هذا الموضوع وقال أنه خلص بعد شهر تسعة المفروض أنه توقف مساعدات البطالة ننتقل إلى الخبر الأخير بحلقتنا لليوم وهو الذي يتعلق بالموازنة الأمريكية سجرت الموازنة الأمريكية للأسف عجز بلغ مستوى قياسيا يعني بحدود الـ 2.06 تريليون دولار عجز خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام الميزانية الحالية تمام؟ عم بيقولوا بعض الأسباب هي برامج الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا اللي هي دفعت الإنفاق إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وذكرت وزارة الخزاني الأمريكية في تقريرها الشهري عن الموازنة أن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار اللي هو يسجل خلال نفس الفترة في العام الماضي نفس الفترة في العام الماضي وأظهر التقرير اللي نشرته وزارة الخزاني الأمريكية أنه الإنفاق في الفترة ما بين أكتوبر 2020 لشهر مايو 2021 بلغ مستوى قياسي وصل لـ 4.67 تريليون دولار بزيادة 19.7% عن نفس الفترة بالعام الماضي أرقام كبيرة جدا صراحة الحكومة قالت أن العائدات من الدرائب الحكومية كمان ارتفعت بنسبة 29.1% يعني لو توصل بحدود 2.61 تريليون دولار فبدنا نشوف تأثير العجز في الموازنة العام الأمريكية هل يترى هذا العجز رح يساهم في زيادة عملية التدخم في الاقتصاد الأمريكي أو ما رح يكون له تأثير كبير بنا نشوف أكيد رح يكون له تأثير هذه قصة أنه مش رح يكون له تأثير أنا لا أؤمن فيها رح يكون فيه له تأثير شو هو التأثير بنا نشوفه في الأيام القادمة بنا نشوفه في الأيام القادمة خاصة أن معدلات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى وضعه الطبيعي هي عم بتصير بس عم بتصير بشكل أبطأ من المتوقع أبطأ من المتوقع يعني لما قلت أنا قبل شوية عن البطالة أنه نحنا استعاد الاقتصاد الأمريكي 559 ألف وظيفة بالشهر الماضي كانوا هني متوقعين أنه هو يستعيد 671 ألف وظيفة 671 ألف وظيفة فبع يتحسن بس مش بالشكل المطلوب هذه كانت أخبارنا لليوم حبنا أعطيكم أخرى المستجدات والأخبار المهمة على الصعيد المحلي والعالمي ما تنسوا تعمل وشير للفيديو لحتى يوصل إلى أكبر عدد ممكن من العالم نتمنى دعمكم المستمر لهذه الصفحة ولهذا البرامج لايكوا وفولوا لصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك على انستجرام على تويتر على تيك تاك على يوتيوب تفعيل جرس التنبيه تورن اون نوتيفيكيشن لحتى يوصلكم الأشعار لما نطلع لايف وأيضا انضموا لألنا على جروباتنا على واتس أب إذا نلقاكم في حلقات مقبلي من هذا البرنامج وبرامج أخرى كان معكم حسين هشم من قناة شو الأخبار إلى اللقاء